الباب السادس لعبة التبادل التجاري الفصل السابع عشر القيام بما يأتي طبيعيا من أكثر الخرافات الغدائية ظلما تلك التي تقول أن البلاد المتخلفة لا يمكنها أن تزرع سوى محاصيل مدارية ولا بد لها من استغلال هذه الميزة الطبيعية بأن تصدرها وفي الحقيقة فإن بإمكان هذه البلدان أن تزرع مجموعة شديدة التنوع من المحاصيل الغلال والبقول عالية البروتين والخضروات والفواكه وليس ثمة ما هو طبيعي في تركيز البلدان المتخلفة على محاصيل قليلة غير مغدية في معظمها كذلك ما من ميزة في ذلك إن معظم البلدان المتخلفة تعتمد الآن في الحصول على ما بين 50% من حصيلة تصديرها على محصول واحد أو محصولين فقد كان الموز في الفترة ما بين 1970 و 1972 يمثل 58% من إجمالي مكاسب التصدير لباناما و 48% لهندراس و 31% للصومال واكتسب البلدان أهمية حاسمة بالنسبة لـ 11 دولة تعتمد عليه للحصول على 25% أو أكثر من عائدتها الخارجية ففي 1972 جلب البن 53% من العملة الأجنبية لكولومبيا و 78% لبوروندي و 50% ليرواندا و 50% لأثيوبيا و 61% لأوغاندا على أن التركيز على عدد محدود من المحاصيل يخلق حالة من ضعف البنية الاقتصادية تتميز بها البلدان المتخلفة وضعف البنية هذا يعني عدم القدرة على السيطرة على مصيرها فبالإضافة إلى سهولة التأثر بتقلبات السوق الناجمة عن الاعتماد على محاصيل قليلة جدا هناك المشكلة الأكبر للانخفاض الكلي في قيمة السلع الزراعية التي تصدرها معظم البلدان المتخلفة وفي الحقيقة فإن الخسارة الكلية في مكاسب العملة الأجنبية لأفريقيا بسبب انخفاض الأسعار خاصة أسعار المنتجات الزراعية خلال العقدين التاليين للحرب العالمية الثانية تتجاوز كل الأموال الأجنبية المستثمرة أو المقردة أو الممنوحة لأفريقيا خلال نفس الفترة والموز هو أهم فاكهة طازجة في التجارة الدولية نقدم مثالا طيبا على ما يعنيه ذلك فقد انخفض سعر الموز نحو 30% خلال العشرين سنة الماضية بينما ارتفعت أسعار السلع المصنعة ففي عام 1960 كانت ثلاثة أطنان من الموز تعادل ثمن جرار وفي عام 1970 أصبح نفس الجرار يتكلف ما يعادل أحد عشر طنا من الموز إنها لحلقة مفرغة حقا إذا كنت قد عدوت بأربعة أضعاف السرعة لمجرد أن تبقى في نفس المكان أسعار لا يمكن الاعتماد عليها لمحاصيل التصدير لكن بقدر ما يضر دخل التصدير المتناقص باقتصاديات البلدان المتخلفة فإن تقلبات السعر هي اللعنة الحقيقية بالنسبة للتخطيط الاقتصادي فالأسعار المرتفعة لإحدى السنوات يمكن أن تعزي المخططين الاقتصاديين والزراع بالاستمرار في الاعتماد على محصول معين وحتى بزيادة الإنتاج وعندئذ تتوقع تقلبات السعر الحادة الفوضى في خطط التنمية طويلة الأجل ولا يقتصر تقلب الأسعار على تفاوت الحاد من عام إلى عام بل إنها تتفاوت بشدة من أسبوع إلى أسبوع وحتى من يوم لآخر وقد اختارت القوى المستعمرة تلك المحاصيل التي لا تتطلب زراعة متكررة وكان ذلك غاية المرام بالنسبة للمستعمر الذي كان يريد تقليل الاعتماد على قوة العمل لكن بالنسبة لتلك المستعمرات السابقة التي تجد اقتصادياتها الآن حبيسة البن أو زيت النخيل أو الموز فإن النتائج يمكن أن تكون كوارث فادحة فشجرة البن تستغرق خمس سنوات حتى يتم نموها وتتطلب أشجار نخيل الزيت من ثلاث إلى أربع سنوات وبالبطل لا يمكنك مجرد دخول مجال إنتاج الموز والخروج منه استجابة لتغيرات السعر كما يمكن لمزارع أمريكي أن يفعل مع القمح أو الشعير فشجرة الموز لا تبلغ كامل طاقتها إلا بعد عامين من زراعتها وحتى عندئذ فإن الربح لو كان هناك أي ربح يأتي على مدى يتراوح بين خمس إلى عشرين سنة من الأثمار أما بالنسبة لشجرة الكاكاو فإن عليك الانتظار طوال عقد أو أكثر قبل أول محصول ماذا يحدث إذن إذا شجعتك الأسعار المرتفعة الحالية على الاندفاع إلى زراعة أشجار من جديد حين يأتي الوقت الذي يكون فيه أول محصول لك من هذه الثمار جاهزا قد تجد أن السوق قد بلغ أدنى مستوى له وهذا هو الأمر المحتمل حيث يكون المنتجون في بلدك وفي غيره قد زرعوا لمواجهة الطلب في نفس الوقت الذي زرعت أنت فيه والنتيجة المرجحة هي الإنتاج الزائد طور أن تبدأ الأشجار الجديدة في طرح أكثر مما يكون المستهلكون مستعدين لشرائه حتى مع انخفاض السعر تذكر أن انخفاض 10% في أسعار التجزئة تتقاضاه منك جنرال فورد على منتجات ماكسويل هاوس من الأرجح أنه يمثل انخفاضا في السعر أكبر بكثير بالنسبة للزراع ورغم ذلك فإنك قد لا تشرب مزيدا من القهوة لقد حدثت أزمات عديدة في سوق البن وخلال الكساد انخفضت أسعار البن بنسبة 80% وحاولت الحكومة البرازيلية محاولة فاشلة لدعم الأسعار عن طريق إحراق 80 مليون كيس يزل الواحد منها 132 رطلا أو ما يعادل إجمالية الاستهلاك العالمي خلال عامين كذلك فإن نشاطات المداربة هي سبب رئيسي للتقلبات الحادة في السعر ولنأخذ مثال الكاكاو إن معظم الكاكاو الخام المصدر نحو أربعة أخماس الإنتاج الإجمالي يصدر خاما يباع من خلال وسطاء وشركات متخصصة في نيويورك ولندن وباريس وأمستردام وهامبونغ على أساس أسعار تحددها العطاءات والعروض في سوق التعاملات المستقبلة فما الذي يسبب التفاوت في الأسعار في سوق تعاملات الكاكاو المستقبلة؟ ربما جرت الدعوة إلى اجتماع لمنتجي الكاكاو وذلك وحده يمكن أن يعدى سببا لرفع الأسعار من قبل المجموعة الضيقة من تجار الكاكاو وبذلك تتضخم أسعار الكاكاو لفترة قد تقصر لتصير يوما واحدا أو تطول لتصبح شهرا كذلك يمكن أن يحدث نفس هذا الأثر الفوري نتيجة الشائعات حول تغيير سياسي في حكومة منتج رئيسي للكاكاو أو تقرير واحد عن وباء كاكاو غامض المهم هو أن ماذا تقلبات السعر نتيجة التغييرات في العرض بسبب التقصي مثلا يجري تضخيمها بشدة من جانب عدد صغير من الناس ليس لهم شأن عادة بزراعة المحصول بل إن مهنتهم هي المقامرة واهتمامهم مركز في سوق نشيطة التقلب سريعة التغيير حيث أن اللعب بطريقة صائبة يمكن المرأة من كسب النقود سواء ارتفعت الأسعار أو انخفضت وكما ذكر أحد مسؤولي مجلس تجارة شيكاغو لندوة لمديري الشركات الزراعية عام 1975 فإن الاستقرار أيها السادة هو الشيء الوحيد الذي لا نستطيع التعامل معه وعلى خلاف التقلبات في أسعار سوق الأوراق المالية التي لا تؤثر على أرباح الشركات التي يجري التعامل في أسهمها فإن المداربة في سوق التعاملات المستقبلة يؤثر مباشرة على أرباح المنتجين وعلى إمكانية التنبؤ بالأرباح كل بيضك في سلتين ماذا يمكن لمخطط قومي في غانا أن يفعل إذا سلمنا بأن أكثر من نصف أراضي بلده الصالحة للزراعة مزروعة الآن بأشجار الكاكاو ففي أواخر الخمسينات حين كانت أسعار الكاكاو مرتفعة قررت غانا مضاعفة إنتاجها ورسمت خطط تنمية تعتمد على زيادة المكاسب من العملة الأجنبية لكن بينما ارتفعت باستمرار الأسعار التي يجب على غانا دفعها لوارداتها تأرجح السعر الذي يمكنها الحصول عليه مقابل الكاكاو في إحدى السنوات يرتفع إلى حوالي ألف دولار للطن وينخفض في سنة أخرى إلى أقل من أربعمائة دولار ثم يعود للارتفاع إلى ألف دولار لينخفض إلى أقل من ستمائة دولار بعدها وقد قدر الإنخفاض الإجمالي عن دورة منتصف الخمسينات بأنه بلغ ثمانون في المئة ويمكنك تخيل ما يحدث لخطة التنمية في غانا فقد توقعت خطة السنوات الخمس الأولى في تنزانيا سعرا عالميا أدنى للسيزال يبلغ تسعين جنيها وسرعان من خفض السعر إلى ستين جنيها وفي أواخر عام 1976 أعلنت كوبا أن انهيار أسعار السكر من 64 سنة إلى 6 سنتات للرطل خلال 18 شهرا سيجعل من الضروري مراجعة خطتها الخمسية للتنمية ومنذ بضع سنوات قامت حكومة ماليزيا في واحدة من أكثر خطط التوطين طموحا في آسيا بتحويل مئات الآلاف من أفدلة الغابات إلى مستوطنات جديدة تزرع زيت النخيل والمطاط للتصدير وبدى الأمر ناجحا فقد استطاع المستوطنون تحسين منازلهم وشراء بعض السلع الاستهلاكية وحتى توفير بعض النقود من أجل تعليم أطفالهم عند إذن في 1974 تغيرت الصورة بكاملها فقد دفع الركود في البلدان الصناعية أسعار المطاط وزيت النخيل إلى الانهيار ودون محصول بديل يعتمدون عليه إن خفض كذلك بشدة دخول المستوطنين واليوم لا يقيم المستوطنون في أي من الأراضي المستصلحة حديثا وقد لاحظ أحد أعضاء البرلمان الماليزي أن كل بيض تنميتنا الزراعية قد وضع في سلتين المطاط وزيت النخيل وما من تنوع فنحن نزرع القليل جدا من غدائنا كل شيء من أجل العملة النقدية وحين تنخفض الأسعار العالمية التي لا نسيطر عليها فإن شعبنا هو الذي يعاني وبالإضافة إلى ضعف البيئة الكامل في الاعتماد على محاصيل بطيئة النج ذات أسعار بالغة التقلب فإن اختيار المحاصيل التي تركها المستعمرون الأصليون ينطوي على قصور آخر فالكثير منها سلاع يبدو أنها بلغت نقطة التشبع بين المستهلكين فمهما بلغ من ثراء المستهلكين أو انخفاض الأسعار يبدو أن المستهلكين لا يأكلون أو يشربون سوى كمية معينة من المنتجات من قبيل الكاكاو والقهوة والموز جوائز زراعة التصدير ظل عائد الصادرات الزراعية للبلدان المتخلفة متمشيا مع تكاليف وارداتها الغدائية المتزايدة من البلدان الصناعية التي ارتفعت الآن ظل عائد الصادرات الزراعية للبلدان المتخلفة متمشيا مع تكاليف وارداتها الغدائية المتزايدة من البلدان الصناعية التي ارتفعت الآن من القمح وحده إلى ما يفوق خمسين مليون طن سنويا والمفارقة هي أن أسعار المحاصيل التي تبيعها الدول الصناعية أساسا وهي محاصيل مثل الغلال وفول الصوية قد ارتفعت أسرع بكثير من أسعار السلع التي تصدرها البلدان المتخلفة إنما صمم أصلا من قبل المستعمرين ليكون نظاما لنقل الثروة خارج البلدان الخاضعة ما زال يروج له الكثيرون باعتباره الطريق الوحيد إلى التنمية لنفس هذه البلدان والغريب حقا أن معظم المراقبين لا يرون أو لا يودون أن يروا في ذلك تناقضا لكن التناقض لا يمكن إنكاره فاليوم تخدم زراعة التصدير التي تسود اقتصاديات البلدان المتخلفة المصالح الأجنبية بنفس الطريقة التي ظلت تخدمها بها لمئات السنين فكيف يمكن والحال كذلك النظر إليها على أي نحو بوصفها أساسا للتنمية الذاتية لا يستفيد المنتجون من الفلاحين أو العمال الزراعيين سوى القليل من زيادة مكاسب التصدير الزراعية لبلادهم ويرجع ذلك جزئيا إلى أن جزءا ضئيلا من سعر التصدير يصل إليهم منذ البداية وكمثال نمطي فإنه في جواتيمالا حيث يعاني 75% من كل الأطفال تحت سن الخامسة من سوء التغذية يكسب العمال المهاجرون إلى مزارع البن حوالي دولار واحد يوميا ومثل كثير من السلع الأخرى انتعش البن عام 1973 وفي مالي يتعاقد الفلاحون على زراعة الفون السوداني مع شركة فرنسية متعددة الجنسية يساهمون بالأرض وبقوة عملهم لكنهم لا يتلقون مقابل رطل من الفون السوداني سوى نفس المبلغ الذي تربحه في كل رطل الشركة التي لا تفعل شيئا سوى بيع الفون السوداني في الخارج ونفس النسق يوجد بالنسبة للفلاحين الذين يزرعون الفون السوداني في السنغال وقد قرر أحد المسؤولين السنغاليين أن صافي ربح الدولة يتجاوز المبلغ الإجمالي الذي تدفعه تعاونيات الدولة لمنتجي الفون السوداني إن الزيادة الضائلة في الدخل التي قد يحقيقها الزراع الفلاحون في البلدان المتخلفة نتيجة زيادة السعر العالمي لسلعتهم يجب أن توزن في مقابل التهديد المتزايد لإخراجهم من أراضيهم من جانب الزراع التجاريين أو الشركات التي ترى في الأسعار الأعلى أساسا جديدا للربح فالزيادات في السعر العالمي لسلعة قد لا تترجم إلى زيادة في السعر المدفوع للمنتجين الفلاحين ويلاحظ تقرير حديث للأمم المتحدة عن البلدان الأقل تطورا أنه بينما تحسنت أسعار البن الدولية بنسبة 58% في الفترة من 1968 إلى 1973 فإن الأسعار التي تدفع للمنتجين في رواندا قد ظلت تابتة وفي الحقيقة فإن الزيادة في السعر العالمي لسلعة ما قد يعني فعليا دخلا أقل لعامل المزرعة أو الفلاح المنتج فحين ارتفع السعر العالمي للفون السوداني في 68 و69 انخفض فعليا السعر الذي تدفعه الحكومة السنغالية للزارع ونفس الأمر يجري في ساحل العاج ففيما بين 60 و71 ارتفع سعر التصدير بنسبة 11% بينما انخفض السعر المدفوع للمنتجين بنسبة 6% وحين تضاعف سعر السكر في السوق الدولية عدة مرات منذ سنوات قليلة انخفض الأدر الحقيقي للعامل في مزارع القصب في جمهورية الدومينيكان إلى أقل مما كان عليه قبلها بعشر سنوات والأكثر من هذا أنه لم يكن يكفي لشراء كمية كافية من الغداء إن صانعي السياسات الحكومية في كل مكان يسعون إلى المزيد من الانتاج حينما يرتفع السعر العالمي لسلعة مصدرة إلا أن ما أدهشنا في البداية هو أن بعض شركات التصويق الحكومية في أفريقيا تفعل ذلك بأن تدفع للفلاحين المنتجين مبلغا أقل مقابل كل وحدة منتجة والتبرير هو أن الفلاحين سيكون عليهم عندئذ أن ينتجوا أكثر لمجرد المحافظة على نفس مستوى دخولهم علاوة على ذلك فإنه في اقتصاد تحكمه مكاسب سلعة تصدير وحيدة يمكن للانتعاش المفاجئ في السعر العالمي لتلك السلعة أن يسبب تضخما محليا يؤذي الفقراء بالضرورة وعلى سبيل المثال فإنه خلال فترة 77 و 78 التي شهدت مكاسب غير مسبوقة للكاكاو في غانا ارتفع سعر صندوق السكر إلى سبعة دولارات واليام إلى أربعة دولارات أما الطماطم التي ظلت تستخدم في كل الأطباق التقليدية على مدى الأعوام الخمسمائة الماضية فقد ارتفع ثمن الواحدة إلى دولار وعادت ما كانت عسيرة المنال وعادة ما يدمر إنتاج محصول التصدير مباشرة المعروض المحلي من الغداء فإنه لا يحتكر أفضل الأراضي فقط بل كذلك يمكن للطلب على إنتاج محصول التصدير أن يتعارض مع زراعة الغداء ففي كينيا على سبيل المثال تم بدل جهد كبير في إنتاج صنف من القطن الأكثر إنتاجية وكانت البودور المهجنة أخيرا أكثر إنتاجية ولم يعد من الممكن زراعة المحاصيل الغدائية في نفس الحقل مع القطن كما جرت العادة فالقطن الجديد لا يتحمل المنافسة وهكذا بينما ارتفعت صادرات القطن فإننا نتساءل ماذا كان تأثيرها على وجبات الناس وفي الأقاليم الأشد جفافا في فولتا العليا فإن موسم الزراعة قصير ففي المناطق التي ترغم فيها الحكومة الزراعة على زراعة مساعة معينة من القطن يكون عليهم أن يجدوا محصولا يمكن زراعته بعده لكن يمكن في نفس الوقت دغطه في إطار موسم الزراعة على أن الذرة الصفراء والشوفان وهم المحصولان الغدائيان التقليديان لا يناسبان هذه الدورة لكن المانيهوت وهو طعام أقل في قيمته الغدائية يناسبها كذلك يحتل المانيهوت القليل القيمة الغدائية مكان المحاصيل الأكثر قيمة غدائية في تنزانيا بسبب الحاجة إلى قوة العمل في إنتاج التبر خلال مواسم معينة فالمانيهوت يتطلب عملا أقل من المحاصيل الغدائية الأخرى كذلك لاحظت خبيرة الاقتصاد الزراعي أنجريد بالمر زيادة خطرة في إنتاج المانيهوت بالنسبة للفرض في أمريكا اللاتينية وتكتب خبيرة الاقتصاد الريفي بالبنك الدولي أوماليل عن الإحلال الكبير للمحاصيل النقدية مثل القطن والشاي والتيبغ محل المحاصيل الغدائية في كينيا وتنزانيا فخلال عقد واحد تضاعفت المساحة المزروعة بالشاي لكل عائلة أغثر من مرتين ونصف في كينيا وفي تنزانيا تضاعفت المساحة القطنية لكل عائلة خمسة أضعاف وناذرا ما كانت الموارد الحكومية المخصصة لتطوير الأساليب المحلية وأنظمة الحوافز للمحاصيل النقدية تنتقل إلى مجال إنتاج محاصيل الغداء التقليدية ولم يواكب الإنخفاض في إنتاج الغداء في مناطق المحاصيل الغدائية في تلك البلدان توسع في محاصيل الغداء في مناطق أخرى وفي محاولة لجعل البرازيل مصدرا رئيسيا لفول الصوية حل إنتاج الصوية هناك على نطاق واسع محل زراعة الفول الأسود وهو الغداء التقليدي للشعب وبحلول أكتوبر عام 1976 خلت المستودعات التي تخدم فقراء ريو دي جانيرو من الفول الأسود وتظاهر الفقراء يأسا لتقمعهم الشرطة ولم يعد الفول الأسود متوفرا سوى في السوق السوداء إلا أن شراء رطل واحد منه يكلف قيمة عمل نصف يوم بالأجر الأدنى ومما يضاعف من مأساوية الأمر أن البرازيل قد بدأت في استيراد الفول الأسود من شيلي حيث ترحب حكومتها بالتضحية برفاهية السكان المحليين الغدائية لكي تكسب عملة أجنبية وأخيرا فإن إعطاء الأولوية لمحاصيل التصدير يعني أن بقاء العائلة الزراعية ذاته خلال العام تعتمد على النقود التي تأتي مرة أو مرتين فقط في السنة في وقت الحصاد لكن تلك المدفوعات المجمدة تحول الفلاحين إلى أهداف مكشوفة أمام التجار النهابين الذين يتاجرون بالأدوات والأغذية الباهظة التمن وهكذا فإن تنوع المحاصيل الغدائية هو الضمان الوحيد للأمن الغدائي على مدار العام للعائلة الريفية وهناك عبارة شائعة في الصين التي تعتمد على نفسها هي أنه حين يخطو الفلاحون خارج دورهم فإنهم يرون من أين ستأتي وجبتهم القادمة الفصل التاسع عشر الرابحون يستمر التركيز على زراعة التصدير لأنها بينما تضر بالأغلبية فإنها بالغة الفائدة بالنسبة للقلة وأول المنتفعين هم كبار المنتجين وملاك المزارع الضخمة والمجموعة الثانية المستفيدة هي الطبقة الصغيرة من سكان المدن الميسورين فنسبة كبيرة من العملة الأجنبية التي يجري كسبها تنفق في النهاية على احتياجاتها من الغداء والسلع الاستهلاكية والزايير حالة نمطية لذلك فقد أدت زراعة التصدير هناك إلى انخفاض في إنتاج الغداء إلى درجة أن 30% من عملة الزايير الأجنبية الآن تذهب إلى شراء المواد الغدائية المستوردة والأغضية الأساسية للشعب تعاري من نقص حاد لكن اللحوم المستوردة ما زالت متوفرة لمن يستطيع الدفع وهي تأتي من جنوب أفريقيا من أجل نخبة الزايير وأخيرا تفيد زراعة التصدير أولئك المرتبطين بالشركات متعددة الجنسية في بلادهم ومسؤولي الحكومة الذين ينالون أجرهم مقابل إدارة نظام التصدير وبمكافأة مجموعات النخبة تلك وهي نسبة ضئيلة من مجمل السكان تعقد زراعة التصدير التفاوتات في الثروة والرفاهية ويؤكد تقرير حديث للأمم المتحدة أن الأرباح من التجارة الخارجية وخصوصا من أسعار التصدير الحادة الارتفاع تميل باستمرار إلى التركز في نطاق مجموعات الدخل الأعلى بدرجة أكبر بكثير من الدخل من الانتاج المحلي رعاية الإوزة إذا اقتنعت حكومة الماب أن مكاسب التصدير هي الشرط الضروري للتنمية فإن صناعات التصدير سواء كانت محلية أم أجنبية ستبدو كأنها خلاص البلاد وكما يؤكد خبير الاقتصاد السياسي شيريل باير فإن الحكومة ستحجم بالتأكيد عن قتل الإوزة التي تضع بيضا ذهبيا وسوف ترعى الإوزة بقدر وفير من العناية لكن النظر إلى بلادها وفي دهنها مصالح الإوزة يختلف عن وضع مصالح الشعب في موضع الصدارة حيث إن أشد ما تحتاجه زراعة التصدير هو قوة عمل رخيصة سهلة القيادة والسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي دون اشتراط الاستثمار من أجل الحفاظ عليها إن الخرافة القائلة أن زراعة التصدير هي الطريق إلى التنمية تجعل من الممكن لملاك المزارع الضخمة والشركات المتعددة الجنسية وشركات التسويق الحكومية في البلدان النامية أن تدعي ضرورة تخفيض أجور العمال الزراعيين حتى يمكن لمنتجاتها أن تدخل مجال المنافسة في الأسواق الدولية وعندما أدى البرنامج التلفزيوني العالم يسير في عام 1974 إلى كشف ظروف الحياة المقززة لعمال ضياع الشاي في سريلانكا ووجه بالاحتجاجات من قبل الحكومة وملاك الضياع الأجانب فقد زعموا أن تحسين ظروف المعيشة لـ 650 ألف عامل وزيادة أجورهم الهزيلة التي تتراوح من 36 إلى 48 سنة يوميا سوف يرفع سعر الشاي سريلانكا بحيث يخرجه من السوق وبأعذار مماثلة استبعدت الحكومات كبار ملاك الأراضي من خطط الإصلاح الزراعي وهي تحتج بأن تقسيم الضياع الكبير المنتج لمحاصيل التصدير سيعرض للخطر تجارة البلاد ووضعها المالي وفي الفلبين على سبيل المثال أعفيت أية أراضي مخصصة لإنتاج محاصيل التصدير بما في ذلك ما يفوق 7 ملايين فدان تزرع محاصيل من قبيل السكر وجوز الهند من تشريعات الإصلاح الزراعي وبالطبع فإن المسؤولين الحكوميين الذين يتخذون تلك القرارات يكونونهم أنفسهم عادة من كبار الملاك التوسع في محاصيل التصدير نظرا لاستفادة الشركات الزراعية المتعددة الجنسية ومجموعات النخبة المحلية من استمرار التركيز على زراعة التصدير ونظرا لأن زراعة التصدير تواصل تلقي التدعيم من وكالات الإقراض الدولية فليس من المستغرب أن نجد إنتاج محاصيل التصدير يتزايد بمعدل أسرع بكثير من إنتاج محاصيل الغداء فمنذ منتصف الخمسينات حتى منتصف الستينات كان معدل نمو محاصيل التصدير أسرع بمقدار 2.2 مرة من مجمل معدل النمو الزراعي في البلدان المتخلفة وكان هذا الاتجاه أشد بروزا في بلدان معينة فقد ازداد إنتاج البن في أفريقيا أكثر من أربعة أضعاف خلال القرن العشرين خلال العشرين سنة الماضية وازداد إنتاج الشاي ستة أضعاف وإنتاج قصب السكر ثلاثة أضعاف بينما تضاعف إنتاج الكاكاو والقطن وفيما بين عامي 52 و 67 ازدادت المساحة القطنية في نيكاراغوا بنسبة أربعة أضعاف بينما نقصت المساحة المزروعة بالغلال الأساسية بمقدار النصف وقد شجعت الحكومات التي تسيطر عليها مجموعات النخبة هذا الاتجاه ففي كولومبيا عام 1965 ذهب 90% من كل القروض الزراعية إلى المحاصيل النقدية البن والقطن والسكر وكما وجدنا في الساحل الأفريقي تواصل حكومات عديدة استخدام أساليب أنظمة ما بعد الاستعمار لفرض إنتاج المحاصيل النقدية وفي جاواء الشرقية تشترط الحكومة أن تزرع نسبة 30% من الأرض بقصب السكر وحتى بلدان مثل تانزانيا وجهت نسبة كبيرة من مواردها إلى التنمية الزراعية وتحدثت عن الاعتماد على النفس فإن القوانين الاستعمارية التي تحدد مساحة دنيا تزرع بمحاصيل التصدير قد وضعت من جديد موضع التنفيذ إن الألفاظ الرنانة لكثير من مخططي التنمية حول تنويع الزراعة تصبح في الواقع تنويع محاصيل التصدير الوقوع في قبضة الصادرات حالما يبدأ السير على درب زراعة التصدير يصبح فخ محصول التصدير مثل إدمان المخدرات ففور أن يتم الوقوع في قبضتها يصبح الخروج منها مؤلما بدرجة مفزعة قد يود الزراع الذين يزرعون محاصيل التصدير تعويض الدخل الحاد المتناقس نتيجة انخفاض أسعار المحصول بأن يتحولوا إلى إنتاج المحاصيل الغدائية لعائلاتهم لكن ما داموا قد استدانوا للحصول على المعدات اللازمة لزراعة محاصيل التصدير فلن يعود أمامهم خيار وقد يضطرون إلى كسب دخل النقدي لدفع ديونهم وإلا واجهوا احتمال خسارة أرضهم لأحد الدائنين وبالمثل على المستوى القومي فحينما يتلقى بلد متخلف معونة من الخارج حتى لو ساعدت النقود المقترضة على زيادة قدرة البلاد الإنتاجية فلن يمكن سداد الدين ما لم تصدر البلاد ما يكفي لتربح العملة الأجنبية اللازمة ولا فائدة للعملات من قبيل البيسو أو الروبية فمعظم ما يسمى بالمعونة يجب أن يسدد بنفس العملة التي دفعت بها وهكذا تصبح البلاد في حلقة مفرغة فما لم تكن الصادرات كافية للحصول على العملة الأجنبية اللازمة لسداد الديون ولدفع ثمن الواردات الضرورية فإن الحل الوحيد المباشر يبدو أنه طلب دين آخر وبالطبع لا يعني هذا سوى المزيد من الاندفاع إلى محاصيل التصدير لسداد دين أضخم ما يجب أن نتذكره هو أن سبب استمرار هذه التركيبة ليس عدم فهم البلدان المتخلفة لطبيعة الفخ الذي تقع فيه بل إنها تستمر كما رأينا لأن زراعة التصدير تخدم مصالح مجموعات النخبة من ملاك الأرض والحكومة والمستهلكين في البلدان المتخلفة ومصالح الشركات الزراعية المتعددة الجنسية ووكالات الإقراض الدولية مثل البنك الدولي وهكذا فإن الدعوة إلى العدالة في التبادل التجاري يجب أن لا تسبغ قيمة على الفكرة القائلة أن زراعة التصدير يمكن أن تكون أساس التنمية فلو فعلنا ذلك لكان الأمر بمثابة التسوية بين ميزان مدفوعات البلد ونموه الاقتصادي وبين رفاهية الشعب وحين تجري إعادة هيكلة أساسية في الدول المتخلفة فإن من المرجح أن يكون للأسعار الأعلى وصفقات التصدير الأفضل لسلعها تأثير مضاد على مصالح الأغلبية الفقيرة الفصل العشرون تغيير اللعبة إن الصادرات الزراعية من بلد يجوع فيه الكثيرون هي بدرجة كبيرة إنعكاس للمشكلة وليست المشكلة نفسها فحتى لو توقفت كل الصادرات الزراعية سيظل هناك جوعا أولئك الذين يظلون مستبعدين من السيطرة الفعلية على موارد بلدهم المنتجة للغداء إن التركيز على الصادرات في بلدان يجوع فيها الكثيرون يعكس إفقار قسم كبير من السكان المحليين ومصالح النهبة ورغم ذلك فإن التركيز على الصادرات قوة فعالة فحيث تسيطر قلة على الأصول الإنتاجية تؤدي زراعة التصدير إلى زيادة الوضع المتدهور للأغلبية ولكي نوجز ما ذكرناه في الصفحات السابقة فإن زراعة التصدير في تلك البلدان تجعل من الممكن للنخبة المحلية ألا تقلق بشأن الفقر المحلي الذي يحد بدرجة كبيرة من القوة الشرائية للسكان المحليين فزراعة التصدير تعني أن بإمكان النخبة أن تربح في كل الأحوال بأن تجد مشترين في أسواق أجنبية مجزية تزود مجموعات النخبة المحلية والأجنبية بالحافظ على تجديد سيطرتها على موارد الإنتاجية التي تنتج عنها أرباح التصدير وعلى المقاومة الحازمة لأية محاولات لإعادة توزيع السيطرة على الأصول الإنتاجية تستلزم ظروف عمل وأجور بائسة فالبلدان المتخلفة لا تستطيع المنافسة في أسواق التصدير إلا باستغلال قوة العمل وخصوصا النساء والأطفال ولن يقف الملاك والحكومات الخاضعة للتصدير عند حد لسحق جهود العمال لتنظيم أنفسهم تلقي بالسكان المحليين إلى حلبة التنافس مع المستهلكين الأجانب على منتجات أرضهم ذاتها وبذلك يتم رفع الأسعار المحلية ويتم تخفيض الدخل الحقيقي للأغلبية وفي الباب الثامن نناقش بتفصيل أكثر ظاهرة السوبرماركت العالمي هذه وتكشف المقابلة بين بلدين من بلدان الكاريبي السبب في أن زراعة التصدير في حد ذاتها العدو الحقيقي ففي كل من كوبا وجمهورية الدومينيكان ينتج جزء كبير من الأراضي الزراعية السكر وغيره من الصادرات وكلا البلدين يعتمد على الصادرات الزراعية في الحصول على العملة الأجنبية وكلاهما يستورد كميات كبيرة من الغلال ورغم ذلك فإن 75% على الأقل من السكان في جمهورية الدومينيكان اليوم يعانون من سوء التغذية بينما لا يوجد في كوبا سوء تغذية على الإطلاع فأين يكمل الاختلاف؟ أولا تزري السيطرة على العملة الأجنبية نتيجة عن صادرات السكر بطريقة شديدة الاختلاف في البلدين ففي كوبا كل العملة الأجنبية ملك للجمهور وتوظف في تنفيذ خطط التنمية في البلاد وبذلك فإنها تستخدم في استيراد سلع انتاجية تخلق أعمالا ذات معنى مثل بناء المدارس والمنازل وتصنيع الأدوات المنزلية الأساسية والآلات أما في جمهورية الدومينيكان فإن قسما كبيرا من العملة الأجنبية الناتجة عن صادرات السكر تعامل باعتبارها ربحا لشركات خاصة مثل غالف ويستيرن ويعاد جزء كبير منها إلى الولايات المتحدة أو يبدد على مشروعات من قبيل المنتجع السياحي لغالف ويستيرن والوظائف القليلة التي يخلقها مثل هذا المنتجع لا ترتبط بالتنمية الطويلة المدى للبلاد بل إنها ببساطة تغد الخيالات الاستعمارية للرجل الأبيض فخادمات الغرف يرتدين زي العمة جميمة وهذه المشروعات تمثل حتى استنزافا متصلا للعملة الأجنبية إذ تستورد على سبيل المثال طعاما جاهزا من الوطن لاحتياجات السياح ويمكن توضيح تعارض آخر في تأثير السكر على العمالة فجمهورية الدومينيكان تعاني مما يتراوح بين ثلاثين واربعين في المئة في معدل البطالة وخمسة وسبعون في المئة من إجمالي من يعملون في الزراعة يعملون أقل من مئة وخمسة وثلاثين يوم في السنة وفضلا عن ذلك فإن مصالح عمال الدومينيكان مهددة باستيراد زراع القصب للعمال التاهيتيين الذين يشكلون الآن أكثر من نصف قوة العمل المستخدمة في قطع القصب وقد خلق الطلب الشديد على قوة عمل موسمية في قصب السكر الذي يفسد ما لم يتم قطعه وعصره خلال فترة قصيرة كثافة سكانية عالية في المناطق المقتصرة على إنتاج القصب لكنه لم يخلق سوى القليل من الوظائف على مدار السنة كذلك تتعمق البطالة أكثر في جمهورية الدومينيكان مع ميكانة حصد القصب أما الميكانة في حصد السكر الكوبي والتي يتوقع أن تتم عام 1985 فإنها لا تعني البطالة بل إن الميكانة في كوبا تحرر قوة العمل البشرية من العمل الذي يقسم الظهر في قطع القصب لاستخدامها في الزراعة وغيرها من مجالات الاقتصاد الحيوية وهكذا فإن تطوير اقتصاد موجه إلى تلبية الاحتياجات الاجتماعية الأساسية يعني أنه لا يوجد في كوبا نقص في الوظائف بالنسبة لمئة وثمانين ألفا من قاطع القصب حوالي نصف الإجمالي الذين تحرروا من العمل في إنتاج السكر ورغم أن التجارة الدولية ليست هي العدوة في حد ذاتها فإن السؤال الحقيقي هو التجارة لصالح من؟ إن أحد الشروط الحاسبة هو أن احتياجات الغداء الأساسية يجب تلبيتها محليا فالاعتماد الغدائي الأساسي على النفس ونعني بذلك الإمداد المحلي الكافي لمنع المجاعة في حالة قطع مفاجئ للواردات الغدائية هو الشرط الذي لا غنى عنه لأمن شعب من الشعوب علاوة على ذلك فما من بلد يستطيع المساومة بنجاح في التجارة الدولية طالما ظل يسعى يائسا لبيع منتجاته حتى يستورد الغداء لمنع المجاعة وبدون الاعتماد الغدائي الأساسي على النفس فإن الاعتماد المتبادل الذي يحظى بالمذيح الوفير لا يصبح سوى ستار دخان للسيطرة الغدائية لبلد على آخر إن كوبا حالة لها دلالتها البالغة تكشف لنا عن التضاد بين الصادرات وهذا الاعتماد الغدائي الأساسي على النفس تحاول كوبا زيادة انتاج السكر بينما تزيد وتنوع من انتاجها الغدائي المحلي وخلال الفترة ما بين 71 و75 ازداد الانتاج الزراعي بخلاف السكر بنسبة 38% وخلال نفس الفترة ازداد انتاج الخضراوات للسكان المحليين بأكثر من الضعف وزاد انتاج الفواكه بما يفوق 60% كذلك ازداد انتاج البيض والدواجن ولحم الخنزير عدة أضعاف منذ أوائل الستينات ولم تحدد تقريبا اية زيادة في أسعار الغداء خلال العشر سنوات الأخيرة وفي نفس الوقت تستهدف كوبا زيادة صادرات السكر جزئيا لكي تستورد كميات كبيرة من القمح وحتى الآن لم يبلغ النجاح في زيادة انتاج السكر ما بلغه بالنسبة للغداء والاسباب وراء ذلك معاقدة وليست واضحة تماما ويكاد يكون من المؤكد ان الطقس المعاكس لزراعة القصب كان احد العوامل في السنوات الأخيرة الا ان عقود المبيعات الطويلة المدى مع الاتحاد السوفيتي وغيره من الدول مثل كندا واليابان لشراء نسبة كبيرة من السكر قد انقذت كوبا جزئيا من الدمار الاقتصادي الذي تسببه التقلبات الحادة في سعر السوق الدولية والذي عانت منه معظم البلدان المتخلفة على ان هذا الترتيب الاستثنائي مع مشتري السكر الكوبي يجعل هذا البلد نموذجا اقل فائدة بالنسبة للبلدان الاخرى هناك اذا توترات واسئلة دون اجابة فهل ينبغي النظر الى الاعتماد على الصادرات لدفع ثمن جزء كبير من الغداء القومي على انه مفيد ويتماشى مع هدف الحكم الذاتي السياسي وهل تكون السياسة هي الاعتماد على البلدان الاشتراكية الاخرى لتلبية احتياجات الغداء سيكون من المهم مراقبة ما سيفعله الشعب الكوبي خلال السنوات القليلة القادمة ان مفهوم الاعتماد الغدائي لا يستبعد بالتأكيد مسألة الصادرات فمعظم البلدان التي يعتقد الناس الان ان لديها موارد ضائلة مثل بنغلاديش لم تستطع فقط ان تلب احتياجات الغداء المحلية بل استطاعت كذلك ان تصدر كميات كبيرة من المنتجات الزراعية اذ كنا نعتبر ذلك مرغوبا فيه والاعتماد الغدائي على النفس ليس نزعة انعزالية بل ينطوي على اعتراف بان الدخل الناشئ عن انتاج الصادرات لا يمكنه ان يخدم احتياجات الجميع الا بعد اعادة توزيع السيطرة على الموارد المستخدمة في هذا الانتاج والباب العاشر يفحص بصورة اعمق مضامين الاعتماد الغدائي على النفس اشتركوا في القناة